في نشرتنا الاقتصادية اليوم نبحث في تداعيات التغير المناخي على الاتصاد الأردني والأمن الغذائي والجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت واقعا يجب التعامل معه ونبدأ من اجتماع الليجان النيابية الذي عقد في محافظة العقبة اليوم لبحث أهم التحديات التي تواجه البيئة والمناخ فقد ناقش الاجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإلمائي مدى تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره على جميع الاقتصادات القطاعات الحياتية وبين المشتبعون أن البيئة وتغير المناخ ينعكسان بشكل مباشر وغير مباشر على صحة المواطن أو على طبيعة الأراضي الزراعية أو على الواقع السياحي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وبهذا الصدد شددوا على أهمية الخروج من هذا اللقاء بتوصيات تدعم اتخاذ قرارات عاجلة للتصدي لخطر التغير المناخي هذا اللقاء يهدف إلى لقاء تشاوري نيابي مع برلمان المناخ العالم والاتحاد البرلماني الدولي الدولي ودورهم في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتغيير المناخي أيضا للتعرف على أهداف وبرامج برلمان المناخ في التصدي لظاهرة التغير المناخي أيضا التعرف أو مناقشة والحوار في إيجاد بعض الموارد البيئية الجديدة اللي ممكن إنها تساهم في حل مشكلة التغير المناخي الموجود عندنا العالم كله يمر في تغيرات بيئية وتأثير المناخ يعني بتغير فبالتالي هذا لازم ينعكس على عملنا وتفكيرنا وخصوصا فيما يتعلق في التشريعات البيئية اللي المجالس النيابية مجلسنا النيابي بيعمل عليها